نقول الله تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح يعني بعد أن سرق تاب وأصلح كما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سرقت المخزومية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني مخزوم قرشية سرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها فبعض كبار قريش قالوا كيف هذه من بني مخزوم بني مخزوم يعني أقوى قبيلة في قريش أو أقوى فخذ في قريش مع بني عبد مناف وكانوا يحكمون قريشا مع بني عبد مناف فقالوا كيف نكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقطع يدها فقالوا لا ما يكلمه إلا أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه فذهبوا إلى أسامة وكلموا فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها تقول عائشة رضي الله عنها فقطعت يدها ثم صلح أمرها وتابت فكانت تأتيني فتسألني أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور دينها صلحت حالها بعد أن قطعت يدها ترجمة نانسي قنقر